موسكو لا تستبعد بتاتاً احتمال تحول الصراع الأوكراني إلى مواجهات عسكرية واسعة نطاقي مع الغرب في حال قرر الأخير دخول الحرب بالوكالة فهزيمة كييف لا تعني أبداً انتهاء الصراع بين روسيا والناتو شرارة نيران الحرب العالمية الثالثة ستشتعل عند تحليق أول مقاتلة من ترازي F-16 نحو روسيا فموسكو حسب قولها لا يمكنها التكهن بما قد تحمله المقاتلة وستتجه مباشرة نحو ضربها بالإضافة لذهاب نحو استخدام النووي التكتيكي وهو العصى التي لطالما لوحت بها موسكو لردع العواصم الغربية لكن ماذا تمتلك موسكو اليوم في جعبتها غير النووية في حال تساع دائرة المواجهة عملت روسيا خلال فترة الصراع على تحديث مئة الأسلحة أبرزها بندقية كلاشنكا في الهجومية ورجمات الصواريخ الأسطورية ودبابة تي تسعون ومقاتلة سوء أربعة وثلاثون وأنظمة الحرب الإلكترونية وأنواع عديدة من البنادق لكن أنظمة قتال جديدا ضمت اليوم للخدمة وأصبحت ضمن عتادي الجيش الروسي وأبرزها المسيرات بمختلف أشكالها الاستطلاعية والقتالية والانتحارية ثانيا الصواريخ الحديثة والمروحيات المتطورة وفي مقدمتها ك-52 الملقبة بالتمساح ثالثا القنابل الجوية الموجهة رابعا طائرات نظام الإنذار والتحكم وخامسا المدافع الآلية المتحركة ترجمة نانسي قنقر